موسيقى هاي كيفكم الحلقة جديدة إذا عم تحضروني اليوم يعني بعد نعيشين وما خربت بالبلد الأسبوع الماضي غبت عنكم من ورا الوضع تعرفوا يعني باك وضع يعني اسمنا نستحن ومبسط وندحك بس هالأسبوع رح جرب شوي غير الجو من أسبوعين كانت ذكرى 13 تشرين ما قدت تحكي عنه أسبوع الماضي وبس ذكرى ما فيه يقول غير يلي قاله هتلر لما سألوه مين أحقر ناس قبلتهم حياتك قال لهم أحقر ناس هني يلي سيعدوني تأحتل بلدهم أقول لكم لو سألوا نفس السؤال لحافظ الأسد كم اسم كان عطاهن شو كان قال لهم بترك الأسامة لقال لكم مثل ما قلت لكم الليلة واستثنائيا رح خفف وقصر شوي ما بعرف مش كتير يعني أول فكرة ورح تكون موجهة على هدف معين يعني سأكتير اشياء في لبنان ما رح يحكي عنا رح أعطيهم اليوم بريك يعني المحللين والسياسيين عنا بريك أوكي جمعة الجين الله راضي إذا كان الوضع أحسن بيرجع لكم من أسبوعين كمان لتلكم طز على الإعلام إذا بدوا يدعي للقتل والتفجير اليوم رح كررها بس رح اشرح لكم شو معناتها لكلمة طز طز كلمة تركية ومعناتها الملح بقولوا من زمان أن الحكومة العسمانية كانت تفرض ضرائب عالتجار يعني عكل البضاعة طب عالتجار ما عدا الملح فكانوا التجار العرب وطي يمرقوا من عند الفتشين الأتراك يقولوا له انتوز إنه نحنا ما معنا إلا ملح طيب ما يدفعوا ضرائب أكيد مثل العادي عرب يعني وشوي شوي صاروا التجار يعني يقولوا يعني يقولوا اتمسخر على الفتشين الأتراك يعني كل ما يشوفوا واحد تركي يقول توز 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 وهيك ساعة هيد الكلمة تعني شي مش منيح مثل ياللي أنا أصبته لما قلته يلا شو صاير شو صاير شو صاير بالستوديو مخرج ولا هيك خرطين الدني هيك خرطين الدني ولا لا مش أنا أنا ما عملت شي دي غرب تكبوه علي انت خربت للستوديو بتحطه فيي ما ما عرف عن جات كيف صايرين بتحكوا ما تهددني ما تهددني إنه مصور ما تهددني إنه مصور شي أنا مصودني أنا عم بخرب للستوديو فارجيني لا 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 هيدا مش أنا هيدا مش أنا هيدا انت انت متنكر بشخصيتي انت شو ما تعمل ما رح اقتنع إنه هيدا أنا شو بدي خلي إسرائيل أحسن مني تعمل مجزرة وبتقول إن الفلسطينية عملوها مش هي يا حرام من أسبوعين بلشت حرب جديدة بفلسطينة المحتلة من بعد ما فاجأت المؤامة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي يعني توفقت فيهم صراحة كانت توفيقة مرتبة وقامت لأيام وجنة إسرائيل صارت ما شايفت شخص فكروا حماس روح تقوصه وتهجب عليه صار جنودة يقوصع بعض لك صاروا هو ديك يفكروا حيالو التانيين حماس وقلوا وهو ديك يفكروا التانيين حماس ما بعض كيف ريكب الجملة بس إنه هيك ريكب شو علقوا بعضهم علقوا قوة صعبات عملوا عملوا يعني شو بدي خبرك مخرج شو بدي خبرك ضياع ضياع يعني تخبيص تخبيص أكتر من هيك ما في يعني جيش الذي لا يكهر مش بس كهر والله تبهدل بهدل بهدل يعني لك حتى على الحدود اللبنانية قطع اسمعها الخبرية قطع اسرائيلي بسيارته من جيشة اسرائيلة فكروا واحد من الحزب هشم بالسيارة مهاجموا عليه هو شو فكروا هن من الحزب يعني فكر جيشة اسرائيلة من الحزب هم راح وخبصهم لا لا ضياع ضياع عند الشباب على آخر ما هو قفت هون ما هو قفت هون من الضياع والهستيريا ياللي ضربهم صاروا يعني خبروا خبريات خبروا خبريات ما بتتصدق شوفوا مساء وسائل إعلام اسرائيلية التقارير الأولية تشيل الإطلاق عشرات الطائرات من دون طيار من لبنان باتجاه اسرائيل شوفوا التانية القناة 12 إسرائيلية للشباب اختراق خمستاشر طائرة شراعية على متن المقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم مصادر عبرية عملية انزال شراعي نفذها كوموندوس من جنوب لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة عشرات عشرات الطائرات وعملية انزال كوموندوس ماشي ماشي نهبلوا الشباب نهبلوا يعني الناس عنده نزلت عن ملجة لك صدقوا نزلوا عن ملجة لك حتى حزب الله تعجب حزب الله اللي تهمينه فيها تعجب يعني صار السيد يدقل الشباب يا شباب انتوا عاملين شي عملية انتوا عاملين كوموندوس أنا ما باعي خبر ضيعوا العالم ضيعوا العالم كله بتحس المدمرون بالجونجر هاجموا على الأرض بدهم يخربوها على اسرائيل بالتحديد يعني بالآخر شو طلع؟ بالآخر شو طلع؟ شوفوا حزب الله أرعب جيشنا وسكان الشمال المعلومات التي حصلنا عليها من كيادة منطقة شمالية ان الحزب أطلق عددا من طيور البشع المحجرة التي روبطة بأقدامها أضواء أسارة الرعب لدى الجيش والشرطة الاسرائيليين تيني الجفت تيني الجفت حيلك حيلك معقولة معقولة يعني كي بعد ناقص تاخدوا هالعصافير أسر حرب هالفجعات أسر حرب شو صاير ما يكون لك شو صاير ما يكون هالقد الفشل ضارب؟ هلأ هون عنا الشباب صراحة من وراء الخبرية شخوا تحتهم من الدحك هونيك الاسرائيلية شخوا تحتهم من الخوف ماشي قدوا بالملاجئ لا 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 الجيش اللازي لا يكر مش مقبول مش مقبول هالقد سمعوا سمعوا بعد هالقبرية ما خلصت هون سمعوا هولا هولا عمقبرهم مش نكت هولا عن جد صاروا سمعوا الاسرائيلية سمعوا شي على الحدود مع لبنان سمعوا حارتقة فراحوا كبوا قمبلة ضوئية تيشوفوا شو فيه باللال فاهمت صفرات الانذار زمرت ماشي عم بمزح زمرت صفرات الانذار منورع القمبلة الكبوة منورع القمبلة الضوئية فعلا فعلا جيش لا يكهر فعلا جيش لا يكهر بس كمان صارشي الاسبوع الماضي ما بعتقد عن جد ما بعتقد ولا شاب لبناني ولا سوري ولا فلسطيني ولا اردن لك حتى ولا شاب اسرائيلي بيقبلوا يا جماعة مية خليفة خسرت شغلها بمجلة البلاي بوي لانه دعمت فلسطينية شوفوا مية خليفة تفقد عملوها مع مجلة البلاي بوي بعد دعمها لفلسطين علىنا تشوف مين بعوض لها مين بعوض لها انتو بتقدر تتحملوا تقدروا ما تحضروا ولا تشوفوا مية خليفة شوفوا شو بدكن تعملوا شوفوا شو بدكن تعملوا بدينا ندبر لها شغل على السريع احلم هلأ من وراكم ترجع على الرزيلة هتعيش عائلتها تطلع مصاري شوفوا شو بدكن تعملوا بس انا عندي حل انا عندي حل مية خليفة يعني دبرتلها شغل دبرتلها شغل هلأ ليكم قبلنا اخبركم عالشغل مية خليفة هالانسان اللي دعمت فلسطين شحطوها في عنا هون مسؤولين مش شرفة ما وفلاش علقت علي شرفة 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 مفتحوا تمون مفتحوا تمون شو مخرج قال قيتلها شغل انت نازل فيه شو شغل شغل قيتلها شغل مية خليفة رح تجي تقدم البرنامج معي رح تكون معي رح اعطيها جيتار تقعد حدي بس ما تستعملوا كل الحلقة انتو بتضلكم فوق ولا واحد من الرجيب ينزل لعندي فوق هون ما بشوفكم كل الحلقة هلأ سبقوا تنزلوا ماشي الحال لهون ممنوع حدا يوجه بس هيدا كله مال والخبر هيدا بمال تاني الرئيس الروسي بوتين هدد الامريكان ان اذا بيقصفوا لبنان اذا بيقصفوا لبنان بده يعني صراحة ان تهديد برعب وقال لهم بالحرف الواحد ان كان ارسال حاملة الطائرات الامريكية ليكصف لبنان او يخافت احد فهناك يوجد شعب لا يخاف شيئا نحن ما مخاف بوتين كان قاسي كتير مع الامريكان بوتين صراحة اكيد عنا شعب ما بيخاف يعني نصنا متمسح اصلا يعني نص الشعب متمسح منه غالب ما بقى يصدق والنص التاني ما بيخاف اصلا بس انا قلت مسلا انه رح تقلهم انك رح تبعط اسطور روسي اذا بدقوا فينا انت بتدافع عنا تريد بعتنا باك كلمتان حلوين يلا قمرنا لقلا ماشي ماشي اخر خبر اخر خبر كمان صار الاسبوع الماضي طالع ما في غاز بالبحر نعم نعم متل ما قلتلكم ابل شركة توتال قلت انه ما في غاز في ماء نعم شركة توتال اكتشفت انه في ماء بالبحر بقرش في ماء بالبحر اكتشاف يعني عن جد يعني انتو شافكم كنتو بتعرفوا انه في ماء بالبحر صراحة ان هيك اكتشاف كان لازموا مليين الدولارات من توتال تنعرف انه في ماء بالبحر مش عم بمزح طلع خبر توتال انه حفرت اللي ما طلع غاز طلع له الماء اللي اللي كتب هالخبر مضروب على الاخر يعني صراحة طبع البلوك اربعة اسكا منه هي داك على الايلي كتب انه لقوا غاز بس انه مش بكمية تجارية يعني مش حرزانة هيدا لا طلع معه ماء على اساس لما عملوا المسح بالصور بيان ماء ما بيان شي تاني على اساسه بيقرروا يحفروا بيزفعوا مليين الدولارات يعني لو بدوا يبين ماء كان بيان البحر كله ماء يعني مشونة عاقل حال بدنا نعرف اذا هالماء ماء يتشرب او ماء مالحة كمان يعني حقنا نحن اول ضيف معي اليوم جاي من عالم السوشيال ميديا والتيك توك بقدم مادة مهضومة هي السحر او العيب الخفة كما نسميه ضيفي هو اليحاوي هاي هاي كيفك كيفك نشي الحال نشي الحال شو اخبارك نشي الحال نشي الحال تمام تمام اليح انت بتقدم كمان سحر او ألعيب خفة ألعيب خفة ألعيب خفة وبتقول كيف بينعمله صح يعني سيري عم نشوف كتير بيجز بيفضحوا اذا بدك سر المهنة صح اول شي هلق نجع بنحكي لاش بتقدم هيك خبرني انت كيف تعلمت هاي دي وانا صلي زمان فيها هاي دي يعني صلي فوق الخمسة عشر سنة بعملها ومن وقت كورونا قررت تصير علم العالم علي للشغلة اشياء البايزيك يعني علمهم اشياء البايزيك مع انو كتير انت قدوني علي هاي دي بالاخر جاي كل اللي عمل مثله مين اللي بينتقد يعني منشوفك انت وغيرك كمان غيرك بقلنا انو كمان انت قد هي محرمة لا انا بلشتها هاي دي انا كنت الاول فيها هاي دي على السوشيال ميديا باللبنان او بس بدك على الصعيد شوي اكبر انو تفضح السحر ايه وكل الالعاب الخفل زملائي كلهم انت قدون ان كيف بتعمل هيك ولا بتعمل هيك الاشياء المفضاحة هي تشتغل من بواندو في معين يعني من ميلة واحدة يعني ما في واحد اعداء يمينك يعني ايش بتعمل الكاميرا فانت قدون كتير بس لما شافوا النتيجة وشافوا انو عالم بتحب هيك وبتحب تعرف كيف تنعمل صاروا كمان عم يعملوا هيك نفس الشياء طب ما خفت يعني هايك مرة كمان نفس السؤال سألته لشخص كمان كان معي بيعملها بخفة من زمان اتذكر كيفي برنامج على الان بي سي بيفضح السحر وهو الالعاب بيلبس ماسك كان ييلبس ماسك يعني كان يخاف عليك ادايش صح اذا بدك هالمعمل السحر شو اسمه قديش كان خطر صح فانت مخفت مسلا لما قررت انو تقول كيف بدي يفضح سحره لا لانو اللي عم بفضحهم انا هن للكلمة يعني منشورين للكل public اللي عم تحكي انت عنو كان يفضح ألعاب خفة خصوصة لعالم هن مخترعينه يعني حافظين حقهم فيها ما في يفضحهم ايه بس نحن اللي عم نعملهم اشياء البايزيك يعني فيك طلقة طلقة تحية لكتاب ماجيك وتتعلمها يعني بس ليش تتعلمها من كتاب وتتعلمها من فيديو اوكي قبل ما كامل معاك نعم بدي ضيفك قهوة قهوة في كافي لوكس اوكي في عندي 2-in-1 3-in-1 كابوتشينو واني جلوتون فري 2-in-1 ولكتوز فري 2-in-1 يلا خبرني انت شو بتستفيد يعني اذا واحد فضح السحر طبعه اوكي شو بيستفيد يعني بسير العالم اللي ما بدون يحضروا رح يعرفوا انه هالسحر كيف ينعمل لا نحنا عم نفضح الالعاب الخفة البسيطة الهينة الاشياء اللي بده شغل وبده طعب وبده تمرين هاي ده ما بفضحها يعني انا بس اعمل شو مثلا او اعمل خد على ناس اللي بعملن انا هاودي ولا مرا فضحن لان هاودي بيخدوا شغل وطعب وبده تمرين هاو ما بفضحن بس الاشياء السهلة انه كيف تخفي تفاحها كيف تخلي كلي نكس تنخزق تجع تجي مثل ما كانت هيك اصاص هيك تفضحها اشياء البيزيك يعني هينة بس الاسس بس هم تعملوا كمان يعني بالإيفنت انت بتعمل ايفنت اكيد يعني بتروح على الإيفنتات طب لش نقات السوشال ميديا هلأ بلشنا إيفنتات جديد اه اوكي ما كنت تعمل قبل باللبنان لا هلأ بنا نبلش برات لبنان إيفنتات اه اوكي طب لشنا قات السوشال ميديا اهيان طريقة صراحة ما عمل لك من وقت كورونا وكلما زربين بالبيت وكانت مقالة على تيك توك جديد وشفنا ردة فعل من وراء تيك توك انه قدا في عالم بتحب هالاس قدا في عالم عندها شغف مش بس تشوف التريكس تتعلم كمان تتعلم التريكس تعمل التريكس لأصحابك في كتير عالم يعني تقنوها وتعلموها من وراء هود الفيديوز ولا أكيد يعني تقدموا أكتر وأخذوا الدروس أصعب شوي إذا بدأت قالتلي من زمان بلشت فيها صح من قيام المدرسة كيف انه هي بدأ خفة صح تكون متفقين انه هي منع سحر هي خفة بس ما بنتبه له الشخص القاعد بانجلي معين صح 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 كيف تكسب هالخفة يعني انا دايما مجرب بعمله مع ابني ابني وبيلقطني عبدا نوع نوعي تزبط بدأ تمرين يعني بدأ كتير تمرين انا بلشتها هيدا مش هي انو كم بدي صراح كم بدي اتعرف على بنت ايام المدرسة وقالت كيف بدي اتعرف على كيف بدي يفوت فيها لها البنت راح اتعلم ألعاب خفة بعمل له هيك تريك تنعجب بظهر معا فتعلمنا التريكس عدت شي شهرين ثلاثة اتمران له هي تريكس نفس التريكس شهرين ثلاثة اتمران له بالاخر رحت عملت له ايها ما عبرتني وكفت حياته عادة بتطلق لا بتحب السحر بارك اول شي شو البيجي السابقوا لك على السوشيال ميديا رح تقطع على الشاشة عندي على تيك توك حاوي تسعة واحد في على انستغرام كمان حاوي تسعة واحد وعلى يوتيوب الي حاوي الي حاوي طيب ما رح يحكي بقى كتير بدي اكتع مننا هيك كم شغلة لانو اكيد الناس ناطرين وبحبوا هالشي تكرا معينا قد محلة هوني يلا محلة في لان ضلوا فين ولا بدان اعرف في ضلوا في ضلواف شو مخرج وينك مخرجة وراي اليوم ما بتفضله فيك تقاضي طب نا اوكي رح نبلش معك لتشوف هالخضعة هاي بدا ازا بدك سرعة بديها اوكي اوكي معي شابان سود وعشرة حمراء اوكي الهدف تركز على العشرة الحمراء اللي بنص الوراء ويني العشرة الحمراء نص الوراء بنص صح هاي ركز هلا رح نعمل هيكي ونحط العشرة على الطولة هلا العشرة وين صارت اوكي العشرة بايدي عالطولة هوني في الشاب رح ارجع ايضا عدوه عالبطيق رح ارجع ايضا عالبطيق رح احط شاب على الطولة وورا قد بايدي شابه عشرة العشرة وين بايدك اه? مع الشابان بإيدي لازا هيدا عن جد بدي وقت النوتاش بدي يشوفه على البطيء أنا شوفيه على الطاولة عشرة حلوة نعم بعد شي اي يلا اي انا هولي حتى قدما كانوا شو اسمه صخفة بيقطعوا علي صراحة معنوني معنون صخفة يعني اصحاب ورقة وفرجيها للكاميرا الورقة البدا كيف وفرجيها للكاميرا انت شفتها بدكت عيدة تاخد غيرها لا لا ما تشوفها يقولوا على انه اصحاب غيرها انه شو اسمه رجيتك فيها مرحبت طالع مرحبت طالع ناس الكاميرا وين شفتوها يلا حطها هون بالنص ركز عليها شفتها رح نحطها بنص الورق تمام لا اول مرة شو كانت ورقتك تسميليها معلي بين الديناري بين الديناري شو لونه من فوق احمر لازم احمر صح لك نفتح الورق على البطيق رح بتشوف ورقة واحدة زرقة بالورق والورق كله احمر لأول مرة لأول مرة شو كانت ورقتك هاي تاني مرة بين الديناري بين الديناري ايه عن جادل ولا بين الديناري اكيد رح ارجع عيدة رح ارجع عيدة بس هالما رح اعملها على البطيق شوف لايك رح اشوفوها اوكي بروما لهونيك على التاني مال اوكي اوكي شوفتوها اوكي رح حطها كمان بالنص ركز عليها اوكي ورح نعمل نفس الشي نعمل هيك وتصير زرقة جهز ايه نفتح الورق على الطاولة لايكي هلأ في ورقة زرقة هوني ايه ما تقلي صارت خمسة كوبة ما اذا كانت بين الديناري اقوم بقه انتعلمنا هاي او لا ايه انتعلمنا هاي او هي ما بتتعلم فين علمك على واحدة واحدة يلا من اللي وحدة علمناك واحدة بس اكون قوية اسحب ورقة بس بقى تعلمني هاي الورقة بدتك ايه ها هتنشيل هالورقة هشعم بساقبه هالورقة زرقة ستبتوها بدك علمك على وحدة هيني للمشاهدين كمان طب هيتا نعلمك هيتا نعمل لك وحدة تعلمة للمشاهدين تنحضر صواني ها هيك يلا حضروا تسجلوا وتصوروا كرميل تعرفوا كيف تكون تحت تعملوا سحر آآ بدنا بعض يلا أوكي لك هيدا الخضر راح نعلمون إيها للكل بس سلينوا شو عملنا بدكم أربع وراء مثل بعض أربع بنات وأربع بنات وأربع بنات وأربع جدد هيا لأربع وراء بتقيم أربع المثل بعض بتحطهم فوق على راس الورق مساكرين أوكي وبتشيل هوديك الأربع المثل بعض وبتتركهم المفتوحين وبتحطهم بكعب الورق أوكي تمام؟ هيدا بتعملوا هالشي بلا ما حدا يعرف آآ أوكي بترجع بترجل عند الشخص تقلو بد منك تقطع الورق بيقطع تقريبا نصف الورق وبيبرموا الورق مفتوح بهالطريقة هيك أوكي وبترجع بتقلو ان يقطع نصف هيدا الورق كمان مرة تانية ويرجع يبرمو بهالطريقة هيك مش هياخدو الورق كلو ويعكسوه أوكي ولما يفتح الورق على الطاولة راح بيشوفو بس في ورق مساكرين على الطاولة بنستعمل الورق المساكرين يعني مطرح ما المشاهد قطع أوكي ومنوزعو بأربع بكيات بهالطريقة هيك متل ما نكون شايفين أوكي هيدا هو الشخص اللي عم يعمل الخضعة فيه عمله أو الشخص اللي عم تعملو الخضعة هو فيه عمله ولما يخلصوا هيك بيفتحوا أول ورقة بكل وحدة وبتطلع بنت 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 بيتفاجئوه بتجعب بتقلوه نكمل بالكعب في عنا راي 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 وفيه نشوف الورق بس راح تخدها بدك تضلك هون اللي عم بدك تعلمني هيداك اللي عملتها قبل ما راح خلت كده إلي تانكيو 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 أرسي كتير وعن جد يعني قداش بده أخفي هالأمور بده أسرع وانتباه إن شاء الله يكون ولكن إذا أحبيته شغل إليه يعني سحر إليه واللاعب الخفة إليه فوتوا على البيجي السابق له إلي قبل ما تفل من كافي لوكس تانكيو في إلاك كيفت تانكيو إلاك مرسي مرسي كتير يلا نطلع بريك متما قلت لكم عابل بريك ضيفة رئيس لجنة الباسكتبول بيناد الشونفيل مظبوط أستاذ إبراهيم النسا كيفك؟ ماشي الحال ماشي الحال؟ اشتقناه لك؟ صار لك زمان غايب عن التليفزيون بجمال يعني مش عبتطلع لك سنتان ما هي؟ هنكون برا أكل أكثر وقت يعني ما عم بيقعد بلبنان ما عم تقعد بلبنان يعني ما بعرف الحلقة كيف بده تقطع الليلة؟ يا بيضي بدي أكل شعايطة يا مبارف نهصيت يعني مبارف لا لا دايما هيك بيشوفوك بتهجم الكرة هنحكي هلأ في أشياء أكيد معك حق فيها وفي أشياء يمكن ما يكون معك حق فيها الناس بالنهاية بطريقة أكيد بس طعفك اللي لازم يعطوك جهازة جنس لأكتر شخص مكروه بالرياضة اللي بيشغل فيها ليش كلهم ما بيحبوك؟ شو القصة؟ نحكي هلأ وننطور بعد شوي استقبل يلي ما بيحبوني واسألون هيك أحلى هيك بقدر راح نقول عن لسانهم هاكل حال طب قبل ما بلش خلينا ضيفة كهوة تتضل لك ريئ كل الحلقة تأخذ انك قد ما فيه اخبار عندك كافي لكس 2x1 3x1 كابوتشينو 2x1 يلا أول شيء أستاذ خبرني مين إبراهيم ناسا بنادي الشانفيل حضرك من مؤسسين لنادي الشانفيل أنا المؤسسه ما يطول عمره ريمو بحلو والمرحوم كريسيون فرا أستاذ شانفيل من أي مطر سنت 1964 يعني بلشنا بالرقصة 1963 وأخذنا الرقصة العلم وخبر لأنه كان بعده بوزارة الدخلية ما كان فيه من وزارة الشباب والرياضة سنته 1964 كنا بعدنا بمدرسة الفراري في جونية لأنه كان وقته يعطوا الرخص حسب عدد سكان المدينة كل مدينة يعطوا رخص بقلبها لنادي يعطوا بورسنتاج حسب أديه فيها سكان بيعطوها رخصة أو رخصين أو ثلاثة حسب ومن وقت العلق حضرتك بعدك بنادي الشانفيل بعدنا بنادي الشانفيل أكيد دعنا بدي أسألك ليش أو شي تفضل مرسي ليش شانفيل مرة هو سؤال من أول وغلط رح تقلي بعرف بس ليش شانفيل مرة بالشانفيل مرة بجونة مرة اسمه مريميين مرة اسمه شانفيل نادي المريميين الرياضة ديك المحدي هاي هي اسم الرخصة لأنه عنا قبل ما نعمل نادي المريميين الرياضة ديك المحدي كان نادي المريميين كمان بجبال أوكي وبعده نادي المريميين جبال في ألعاب كوا في جودو في بسكتبول فإذا نحنا نادي اسمه نادي المريميين الرياضة بس في شانفيل وفي جبال شانفيل لأنه المكر حطنا بشانفيل أوكي بس أنتو مش تابعين للمدرسة لا 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 النادي مستقل نادي مستقل عن المدرسة أكيد مثل نادي المريميين جبال مستقل عن المدرسة نحنا الملعب أجار من المدرسة في سنة واحدة هي سنة الماضي مضبوط لعبنا بالمركزية يلي هي كانت قبل ما نطلع على الشانفيل كانت مدرستنا المريميين كاننا بجوني المدرسة يلي هلأ اسمه مدرسة المركزية كانت مدرسة الأخرى المريميين جوني وكنا هناك وقت أخدنا الرخصة يعني بلشنا فيها الرخصة سنة الماضي مضبوط رحنا على المركزية بجوني هي مرة واحدة لأنه كانت تذكر سنة الماضي بتشهرين مثل اليوم بلش قصة البنزين وغلى البنزين ضربة واحدة وقاموا الدعم كان فيه صعوبات على العيبة وعلى الجمهور إنه أهوان لهم جونية فيه سيربيسات فيه بصات فيه هيكي التنقلات أهوان بذكر مال هيك بذكر مال هيك لأنه سنت الماضي كمان تحديدا إيه سمعناك يمكن أول مرة عم تحكي باسم مريميين لا 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 وتشدعنا نحنا فريق مريميين لا 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 متأسف هلأ بطلع لك كل الحلقات اللي بعمله بس المزيع يقول له نادي الشانفيل بقل له نادي المريميين من الرياضي مركزنا بالشانفيل يعني الشانفيل بتعنيه لقد ما بيعنيه لنادي المريميين لأنه أنا كنت مع الله يرحمه فرير ماريو وقت اللي اشترينا الأرض بديك المحدة وبلشنا عمار المدرسة يعني أنا عايش عماره للمدرسة بحثة وبحثة مش حجر وحجر لا لا الشانفيل كتير غالي على قلبي متل ما نادي المريميين كتير غالي على قلبي يعني تنهنتوا نهول شقفة مني وضحت ليش اسم إبراهيم منسة تير مكروه بكرة السلة يعني من اسمها كوتشية بهجموك لاعبين بهجموك رأسي عندي تلت ربيعون تلت ربيعون بهجموك ليه ما بحبوك انت بتعرف هالشي مش انه فاجرتك لا لا بعدي اه الكوتشية اه يمكن في في تلاتة هجموني صحي بيينتن فؤاد ابو شقرا فؤاد ابو شقرا قال انه ما بفهم بالبسكتبول هاي معهم كل الحق فيها لانه لو كنت بفهم بسكتبول ما كنت جبته مدرب لعندي هاي بيعطي حق فيها بالمية مليار هون بيين انه يمكن هاي الشغلة الوحيدة اللي ما فهمت فيها بالبسكتبول معرفة اتنقى كوتش قوية هاي بعدين الباقي فيه اتنين كوتشية هجموني بس اليوم مثلا بتاخد من خمسة ايام اه تنين الماضي يمكن اه فيه مقابلي للكوتش مروان خليل سمع شو حكى عني الكوتش بس معتا شكر فيك بس قبل كان مهاجمك كمان وقال انه صار غلط وكذا مالشي مين مك ما تصالحنا انه انه يعني لا قال انه وقعوا ناس بالشرك مالشي يعني بس اخر شي بصح ما بصح الا الصحيح واللعبين نفس الشي اللعبين اه مثلا شفنا اليرستوم كمان اليرستوم معلشي تلفن له هلا اليرستوم وسألو طب ليش بيهجموك بيجعب بيصيرو بيحكوك بيحقنوهم معلشي جسمي لبيس وبحمول معلش ايه يعني المهم القافلة ماشي القافلة ماشي نشكر الله من الاربع وستين لليوم ما وقف ولا مرة النادي يمكن اكيد مش عطول اخذنا بطولات قطعنا بصعوبات اكيدة بس ضل عجريه يعني متل واحد بيقلك انا طلعلي جريب بس نشكر الله الشرطان ما ضربنا الحمد لله ان شاء الله ما بيدربكم طب رؤسة الاندية هلا حكينا عن لعبين وعن مدربين نفهم ساعة بكم مدرب معك ساعة ضدك هايدي بس رؤسة الاندية عطول هلا وقت قويت فيه انه ما بيهجموك بس بقولوا انه قلبه طيب بعصب بسرعة وما بعرف شو بيحكي اللي بقلبه بس انه منحس بالجو العام انه مثل كأنه هيك انت لحالك واني لحالهم ليه شو الخلاف الكبير مع رأس اندية ليش ما بدون يتحملوك مع انه ما بتتعاطى انت بانديتهم ما بتفوت بهل الشو بالعكس انا ما بتعاطى باندية اي نادي غير نادي تبعي صحيح لا ما بحبوك بالعكس انا انا في اندية وقت وعد بزروف ضيئة اول واحد اتصلت فيهم وكنت حدهم تساعدهم تسألوا فيك التلفين لجي منوكيون تسألوا فيك التلفين وقت الحكمة من كذا سنة وقعوا بالصعوبة اخدت اللعيبة ياللي عندون تلفنت وقتها للرئيس البرزيدان بوشهله التحية سامي برباري قلت له جيين الشباب يمضوا عندي وكتبت بالكنترا مضيتون على الكنترا عندي بحال قلع نادي الحكمة هيدا الكنترا بيكون ملغى وبترجعوا عن نادي الحكمة وقت تلفنت للبرزيدان سامي برباري بتلفهم تسألوا قلت له بتعتبرهم بالإجة عندي يمكن راحوا غير محل ما يرجعوا لعندك ما يردوا لهم الانضوات انا حطهم بالإجة مخبيلك اياهم سألوا ومكتوبة بالكنترا تبعهم للعيبة وبالفعل وقت الله رجع الله على الحكمة ضغرق قلت له للعيبة هيدا امضاكن جبرتهم يرجعوا على الحكمة ما كان بدون قلت له انا ما بخيتكم طب شو الخلاف انت وياهم ليش؟ ما في خلاف انا وحيتك ما في اي خلاف ما فيه وجهة نظر متبعدة؟ ما فيه ما فيه يمكن انا عندي طريقة التعاطي مع اللعيبة هني ما بيحبوها ما بعرف عن جد ما بعرف ما بعرف والله ما بعرف انا بحكيك بسرعها طب نادي الشونفيل من الاندية اللي ما ولا مرة اسمعنا او قليلتها نسمع انه عنده المشاكل مادية يعني ولا مرة اسمعنا انه وقعين بيدان او ولا مرة اسمعنا انه اكلين على لعيبة او مدربين مصاري هاي شغلي انا طلبتها عدة مرات بعدة حلقات وانا مطبقها انه قبل كل موسم منشوف قدي الباجهة طبعنا قدي طالع بس انا بهمني اللعيبة اللبنانية ما عشيت اللعيبة اللبنانية والاستاف مدرب والمساعد المدرب بس هولي تكون صريح معك هول بعت الهم الاجنبي ما بعت الهم لانه اليوم ما دفعت له بيركب التيارة بيروح بيلعب بالزنزبار صحيح هاي الله بلدتاني اللبناني هلأ مبارح حطينا الكشفات بالاتحاد او من يومين ثلاثة بعد ما بلشت البطولة بس اسكين اليوم ما معي ما صاري ادفع خلص علي ما بيقدر يروح يلعب مع حدا خلص علي لانه كشفه صار على اسمي لو انا فلت انبلشت البطولة هلأ نشكر الله في نوادي فلوا قبل ما تبلش البطولة وقبل ما ينحط مع الاول لعبين ايه ما كان مقدمين الكشفات زمتوا بريشون او قسم لانه حرام في قسم هجد وجعني قلبع اليوم بعد ما لقوا حدا ياخدون ما هيدا هو الدرر هيدا عشان يكالنا خلي كل نادي قبل ما نبلغ قبل ما يسلمنا الاتحاد الكشفات هيدا يجيب كفالة بيمد كنتريات اللعيب اللبنانية والمدرب ومساعد المدرب انا هيدا اللي بطلبه ما بطلب اكتر هيدا سبب من اسباب الخلاف ما بحبوك مش خلاف يعني ما بيحبوك وطلبت كمان كذا مرة انه بما انه هؤلاء اللاعبين الدرجة الاولى بلا اللاعبة ما في نادي يعني منصير مثل نطولة المفاتيح نحن النوادي اسكين عندنا نادي وما عندنا والدرجة الاولى اهم شي هو اللاعب فاذا لازم نعطيه حقوق الحق اقل 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 وجه حقوق فينه اعطيه للاعيب هو اعطيه ربع صوت بالجمعية العمومية كل العيب ربع صوت عندنا 150 160 العيب درجة اولى بيعملوا 40 صوت اليوم عم نجي بدنا نحكي على الدرجة الاولى اي تعديل بالنظام طبعها بدنا جمعية عمومية لانه نازل بالنظام العام طبع الاتحاد طب الجمعية العمومية مين عم بيجي يصوت منذوب عن عن اندية درجة الرابعة التالتة يعني عم بيحكموا على على هال 12 نادي يلي هن عم بيمشوا اللعبة ويلي عايشينها وعم بيكبوا مساري هالاندية عم بيحطوا دم هي اللعبة مش بس الدرجة الاولى كيف؟ هي اللعبة لكل الباص هي ايه بس كل شيء له علاقة بالدرجة الاولى لازم من الاندية الدرجة الاولى رؤس الاندية او الاندية يعني طبع ال 12 نادي او العشرة متل اليوم واللعبة طبع درجة الاولى هن يصوتوا لانه هن بيعرفوا اللعبة هن عايشينها طبع الدرجة الرابعة يلي عم بيلاعبوا لد الغار او شيء يعني احترامي لقلهم يعني برابوا لانه بكرة بيطلعوا بيصير ان شاء الله عندهم بس بعدهم ما عايشوا اللعبة اليوم ما بيعرفوا صعوبات الدرجة الاولى خلي يلي هن معنيين معنيين فيها القصة هن ياخدوا القرارات لانه عايشينها احنا بنعرف مشاكلها اليوم شو انت بدك اللعيب يشاركوا بالتصويت بحطيه ربع صوت لكل لعيب ربع صوت بس بيقدر لعيب خلينا نحكيها متل ما هي بيقدر لعيب يصوت ضد مثلا اذا لانا لعيب شون فيل بيقدر او بيسترجع صوت ضد اراطة ابرهيم ناسا ليش ما اولا بالتصويت بتصويت بتصري انه مش انت بس قص كنادي حبيب لا لا عم بيقلك لو بعدين انا بشرفي من كل قلبي بمصيت اسكان صوت ضد رأيي لانه كمان هل يعني اليوم لعيبت الدرجة الاولى صار انهم حق ينتخبوا نواب لانه كلهم فوق ال 18 صار انهم حق ينتخبوا نواب ولوما انهم حق يعطوا رأيهم بالنزام طبع اللعب يلي هن عم بيلعبوها وهن معايشينها لهاللعبة طيب هن وجهت نظرهم ليش ما بدهم ما باري لاندي التاني ما باري شو الحاجة في الفونت طبعولهم ما 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 شرعت معهم عليها للقصة ما حدا انا هاي عن بعضة كذا مرة بالكل لانه هاي بتحز عقلبي انه حرام هاللعب لازم يكون عطينه شي يعطيه بوش في سؤال بده وقته خلينا اطلع برايك بنرجع بعد البرايك انا حاضر يلا رح نطلع برايك بعد البرايك في عندي بعد اسئلة اقوى من اللي سمعتوها رح نحكي عن نايد الشانفيل شو رح يعمل نايد الشانفيل السنة اي متى رح حط عينه على البطولة خلينا رح نحكي كتير اشياء يلا برايك و بنرجع بجعنا معكم بعد البرايك مع ضايفة اسئلة براهيم ناسا رئيس لجنة كرة تسلي بنايد الشانفيل لعن مرة انا عقلت رئيس نايد الشانفيل رح نحكي من رئيس نايد الشانفيل هلا بس في صورة بدي فرجيك يلا تفضل جمهور الشانفيل هيدا الملعب المليان و ان شاء الله السنة هيك لحيكون السنة يجو لجنة الشباب لجنة الملاعب عندي ولجنة الجمهور ولجنة المناطق و عم بيشتغلوا ان شاء الله نكون هيك السنة بس ما بدهم فريق يكون بنفس تيتشجع و يجو يحضروا الفريق اللي عندنا ما انه بيشجع اكيد بيشجع يطيهم العاف الشباب اكيد لحيلك انا ما هلأ حاليا مني حاطت البجت بقى نوادي حطينه تكون صريح لانه بهالوضع البلد وبالوضع هيك ما بلقي انه مش منطق ينحط هال مبالغ اللي عم نحط انا عندي بالنسبة لقلي يعني هلأ كل نادي عنده سياسته عنده توجهاته و رؤيته نحنا ورئيس النادي اكرم صفا بيلاقي انه في اشيه بيقدر يساعد فيها كمان وفي عالم بحيشة لقلي مثل ما بيساعد بالبسكتبول يعني كمان البسكتبول عملة تشجيع للشباب تشجيع لهيك بس لا لغاية تجارية ولا لغاية سياسية لانه ولا ربحية لا عنده هون باللبنان لا عنده مشاريع وبعيد كتير عن السياسة بعيد مثل ما نحنا بعيد الآن عن الصين فاذا ما بده يترشع عشي نيابة لصمح الله أو عشي السيد أكرم صفا هو اللي هو حاليا رئيس نادي الشونفيل من الأشخاص اللي ضينوا بنادي الشونفيل بعكس غير أشخاص ما ضينوا ما بد أحكي عنه وديك الأشخاص هكذا الوعد في ظروف بس انه ضين لأ مش ضين هكذا ضين وباقي وراح يضين لأنه نشئ بالنادي العيب بالنادي أول أعمل كل دراساته بالشونفيل هو وخيه واتناناتهم كانوا من أبطال لبنان بألعاب الكوة برمي القلة وبرمي السحن وخيه كان بطل مش بس لبنان بطل البلاد العربية أوكي وبيعرفوش يعني رياضة عايشين رياضة وبعدهم لليوم بالرياضة بعدهم اليوم بالرياضة مع عمرهم ما بيقدروا يمروا نهارهم بلا ما يكونوا عملوا ساعة رياضة أو ساعة ونص يومية هؤل شغلوا بدمهم أوكي والنادي لقلهم يعني لقلهم بمعنى أنه شقف منهم كمان لأنه من هن وعمرهم 12-13 سنة كانوا فيه لهالنادي دونك مش غريب أنه أكيد ما فينا نقول داين لا بالعكس هو بالنادي وباقي بالنادي ما أي مط أي مط فريق الشونفيل ما بحب أنا كتير ألبس الكفوف أي مط فريق الشونفيل رح يكون عنده فريق بنفس بالفاينل فور على الأكيد إن شاء الله بتوصلوا فاينل فور مش هيا مش بيختلفين كل فريق بيطمع بس فيه فريق بيكون راكب تيكون فاينل فور أي مط فريق بتوعد جمهور الشونفيل إن شاء الله اللي مشتاء للبطولات ما في شي بيمنع إن شاء الله السنة نوصل على الفاينل فور بالفريق اللي عم نعمله اللي عملين وبالأحرام ما شفناك بس مضيت كيفي كتير يعني مثلا فريق الحكمة القديم وقتا فلوا الشباب راحوا عبيروت ما قدرت تجيب حدا منهم فريق ديناموف كمان فرط راحوا الشباب في منهم يعني معلي شي الشباب يلي فلوا والحسامة معلي شي مثلا بعطيك مثل كريم عز الدين بتشوف تليفوني من عشان وقت ما بلشت نتفي تطلع أخبار الدينامو بنهار أربع خمس مرات لأنه يسألني وأنا عم بنصح وشو لازم يعمل وكذا لأنه بعتبره مثل ابني صحيح أنت فوضت على الباسكت البناني وأصلا بي وهو مرات بيسأله شو اسمك بيقلهم كريمة منسة هلا أدل علي سأل لأنه عمل لك السنة أنا مش حاطت برأسي حطها البجت بالعكس شجعته وين يروح وكذا لأنه يتفع أكثر أكيد ونصحته أكيد هذا حرام إذ كان شو بحرمه يه ويمكن بيوا أي اللي بأقل من كتير بس بيهمني يكون عندك قلت له لأ حرام بيوا بفرنسا أو عم بيحكيني من فرنسا والتليفون موجود أنا بنصح اللعيب أنا اللعيب مثل الأبني ومعروف يعني هدا هاي لزتنا يعني إذا قدر يخد مصاري أكتر بغير نادي ما عندك مشكلة يروح عليه وبتشجعه بالعكس مثلا من 3 سنين وقت نهار الوضع بلبنان كل لعيب تلكين ومضيين عندي وإجاههم عروض برا أول واحد أنا لغتلهم العقد عندي وبعتهم يلعبوا برا من الجمل كريم أزددين أكيد اليوم إسكان ابنك ما بتعمله هيك أنت بلى أكيد أنا هاي بنت إجيها عرب بفرنسا بعتها من هون رأيها بفرنسا اللي عم تشتغل أكيد ما إنه الوحب بدي حط حاله يعني يعتبر اللعيب ابنه أو يعتبر هو بهالوضع يعني هو يعتبر الحياة اللعين أكيد أستاذ بدي أسألك بكل صراحة بدي أصور تنزلها السوشيال ميديا بكل صراحة اللاعبين اللبنانية أسعارهم أو المصاري اللي بيتقضوها أكتر من ما ما بدي أقول بيستهله أكتر من ما لازم يندفع لهم تقول لك بصراحة في أسعار صارت خيالية تكون سريح بس هي كم لعيب هن هيك بس حرام في كتير لعيبة بعد ما عم بياخدوا كمان ياللي بيستهلوا هي كم هن اللاعبين إذا بدك المعروفين أكتر شي صارت أسعارهم عالية بس أكتر من ما بيستهله أو أكتر من ما لازم يندفع لهم بالنسبة إلي ما فيهن يقول أكتر ما بيستهله كل ما ياخدوا أكتر كل ما بقول صحتين عقلبهم لبي أنا ما بقول أكتر أكيد اللاعب عم بيتعب عم بيشتغل يعني اليوم لعيب البسكتبول وقف شغله وقف كل شي تا يلعب هالباسكت يعني بس يصير عمره 35 سنة 40 سنة بيوقف بيروح بيلاقي وظيفة جديدة خلص ما بديكون مؤمن حياته لبعدين صحتين عقلبهم بالعكس نشكر الله إنه في ناس قادرين يساعدوهم ويوصلوا لهالأسعار ويدفعوا لهم بالعكس حضرتكم السنة ما عندكم لعبين من الليست أي يعني عندكم ممكن لعب لعب واحد لعب واحد من الليست أي يعني لح تكونوا متكلين على الأجانب على ثلاث أجانب أنت مع أول شي ثلاث أجانب أو ضد الثلاث أجانب بالملعب سؤال ملغوم هو شوية بس مر جوابه لا لا الكل بيعرفوه يعني ترجع لأي أنا ضد أي أجنب على الملعب طيب ليه هاي ظاهرة يعني ليه ضد الأجانب لأنه جربنا من كم سنة وقت المأجو الأجانب من وقت بيّنوا اللعيب اللبناني من وقت طلع أسعاره لأنه اكتشفنا أنه عندنا مواهب كتيرة طيب ليه بدنا نحنا نقتل لعبتنا وهي من ناحية اللعيبة برجع نبدي أحكي من ناحية معلي شي بدي أحكي من ناحية تاني اليوم أنا حسب لي هاللعيبة كم لعيب أجنب بيصار فيه بلبنان قدي بيقبضوا دولارات ونحنا بلبنان بحاجة لأي دولار عم بيروحوا لبرة الدولارات عم بيروحوا لبرة الدولارات عم بيقى عم بتمصلنا إياهون أميركا دولاراتنا بس ما في شك ما في شك أنه اللعيب الأجنب بأول دورة حبيبي يعني إذا منلاحظ بيصنبل سعودية دورة الفوتبول قتلوا حينهم تجيبوا رونالدو تجيبوا اللعيب حبيبي ما فيني أنا شبه هاللسعودية أنا كالبنان وكالبناني نحنا الدورة عندنا أو من دورة السعودية أسمح لي خليني كفي لك يعني اليوم السعودية بيجنسوا ناس وبتلاقيون عم بيلعبوا هاي بتصير بوين مكان بشو بس يعني بفرنسا بوين مكان بجنسوا وما بتلاقي بس نحنا هون بلبنان عنا خمات لازم نقوية آخر شي اللعيب اللبناني لحيكون قاعد على البنش آخر وهذا حرام وصار صار وقت في مدة كان في بالنوادي تلات تلات أجانب واثنين مجنسين كانوا اللبنانية قاعدين يزقفوا طيب هاي دي بتصير استثنائيا مش أنه أجمال المجنس ما يبقى لبنان ساقبت أيام جو فوغل مثلا حبيبي لا لا في وصمع هؤل أصدق طيب أنه ساقبه أصلا جو فوغل كان عنا قبل ما يروح على الرياض صحيح جنا سنين إحنا كشانفيل صح صح وأنا اللي اشتغلت عتجنيسه هو استثنائيا بس اليوم أني بترجع بتفكر هاللعيب اللبناني خي كيف بدك تتطوره هلأ لحقلك شغلة الأجانب وثلاث أجانب اليوم على الملعب ما أنا عندي عشر لعيبة عندي خمسة عشر لعيب بين فوق العشرين سنة وتحت العشرين سنة خمسة عشر لعيب غير لثلاثة أجانب في تمنتعشر لعيب يكون على الملعب ساكل عندي خمسة عشر لعيب لبناني في خمسة بيلعبوا من أصلا في ثلاثة و بلحكونوا لثلاثة الأجانب عطول تقريبا على الملعب وأنجأ يطلع الدور لثنين لبنانية بالدور يعني بس هي للتليفيزيون للنقل لأنه بيصير بيجيب مشاهدين أكتر هاي هي القصة هي بيجيبه مشاهدين أكتر بيجي جمهور على الملعب أكتر بيصير فيه حماس أكتر واللعيب اللبناني اللي عم بيلعب ضد هالفريق التاني اللي عنده أجانب كمان عم بياخد خبرة عالية منه حبيبي أنه ما شفناه دي صارنا عنا أجانب حبيبي لحقل عنا زلنا صارنا زمان حبيبي بس أحقلك شغلي اليوم مثل اليوم عندي ثلاث أجانب أنا لحلعب من أصل 15 لعيب لعبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من فلق حالة هول بلاقيهم أقوى شي وما عندي إياهم بوزيسيون عند الأجنب يعني إذا كان عندي ثلاث بوزيسيونات أجانب لحلعب وده فعله لهالأجنب والبقين كل نادح عنده كمان الأجنب بوجه أكيد أنا بدي خلي على الملعب بتأربح الأجنب بوجه الأجنب دونك لحلعبه يمكن 35 دقيقة 37 دقيقة 38 دقيقة اللبناني شو قاعد يعمل تم أوه أنا هذا أنا يمكن غلطان يمكن البقين معه وانا عغلط ما أقول لك إنه نظريتي المظبوطة بس في تجربة ساري مثلا سنة الماضي مقصد جبت أنا أجانب صورية يعني بعكس ما بينعمل بدل ما أععد اللبناني على البنش ولعب الأجنب جبت أجانب قريبا يقعدوا على البنش مش أكتر ولعبت اللبنانية وهي اللعب اللعب عندي بالفريق اللي كان كتير متواضع نتشون السنة الأندية لأنه بينوا لعبوا واليوم يلي كان كابتن عندي وصار كابتن بالهومانتمن بوجهه له التحية يعني قال أنا استفدت كتير لعبت مع المريميين لأنه ما كان لأنه بين ومثل ما فيه ثلاثة أربعة يعني لعب البقين الصغار كلهم ظهروا واتنا تشون الأندية السنة بعد أنت خمس دقائق بدنا نحكي قد ما فينا بسرعة ولكن بعد أنت كتير أسئلة وعند خمس أسئلة لألك الاتحاد ومنتخب لبنان الاتحاد عمل إنجاز وصل ثلاثة منتخبات على بطولة العالم أكيد يعني رحنا على بطولة العالم هذا إجازة مهم أنه لبنان صار وصل بكل الظروف الصعبية اللي نحنا فيها شو رأيك برئيس الاتحاد بس مع الأسف دايما دايما في مع الأسف لا لا ما توفقنا باللاعب الأجنبة هذا هو يعني ما كان مثل توقعين ومنهم مثل يعني صدقني كنا يمكن منكون بغناء عنه الشباب أصلا كانوا قد وقدود هن الشباب اللبناني اللعبوا 100% مش الأجنب الفضل بهنين لشبابنا اللبنانية يعني لهم كل التحية رئيس الاتحاد أكرم الحلب بدي أسألك شو رأيك فيه بس بمقابلة معي خليني نفرجيك شو قال عنك براهيم نصر براهيم 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 شخص منه سيء انفعالي انفعاليته بتوديه لمشاكل وهذا اللي صار معه نادي الشانفيل فيه كان يقدر يوصل أكتر مع براهيم وأكرم صفا لو براهيم قدر ضبط حاله يمكن بيحب الشانفيل لدرجة براهيم أنه يعني بيحب بيحب الشانفيل أكتر مليده إبراهيم مشان هيك عم بروح بمحلات بيتدخل مع المدربين بيتدخل مع كذا عم بضيع الشنكاش إذن بياك إبراهيم أنا بيقول لك منه شخص صيء منه شخص صيء غلط بحقنا إيه نحنا ما غلطنا بحقه بس منه شخص صيء يعني ما بيضربك بظاهرك مثل غيره ما بيضربك بظاهرك مثل ما لحس لك اللي بقلبه على سينه مش كتير أوقات هيك أوقات هيك مش مثل غيره بيضربك وبيبقى عبيدمر لك الشر منك من الأشخاص بمالحسوا بيرجعوا بيحكوا بالقفى أنا هذا طبعي مياني ياللي براسي بحكيه ضغلي بعد عندي عندي خمس أسئلة بس نشوف إذا بقدر أسألك منهم أسئلة سريعة هنحقعد حدك جاوبنا بصراحة هل إبراهيم نسى أضر الشانفيل أو ساعد الشانفيل أكتر إذا كان فيش مرة أضر إذا درّت أولادة بكون درّت الشانفيل ما هي ولد من أولادة معه حق أنه بتحب الشانفيل يمكن أكتر من أولادك لا أكتر من أولادة لا بس يمكن قد أولادة لأنه صارف عليها قد ما صارفها أولادة شو مشكلتك أنت والمي الليقولي ما بتشرب مي مظبوطة كل شيء بلى طعم ما بحبه المي ما إلى طعم ما بحبه أنجاد طنجوبر يعني تشرب أو ما بتشرب ما بشرب بالمرة مي ماي ما بشرب مي لأنه بلى طعم كل شيء بلى طعم ما بحبه وهذا طبعي مثل بالحياة يعني كل شيء قدامي ما له طعمة حاجة بلا طعمة شخص بلا طعمة ما بحبه والماء بلا طعمة ما بحبه ما بشربه وديك البلا طعمة ما بتقبله شوفناك باللجنة الأولمبية صوت ضد جهاد سلامة شو السبب شوفناك كان فيه مثل إذا بدك موجة مع جهاد انتو الفريق الكن اكتر شيء متكلين انو مش متكلين بس انو كنا عاساس انو خلص انو الشانفيل اكيد ما راح يصوت مع جهاد صوت ضده لا من الاساس نحنا ما منغش اولا ان الشانفيل ما بتتبه لأ في غلق هون سؤالك لازم يكون فيه تو صحيح الشانفيل ما بتصوت النوادي ما بيصوتوا لللجنة الأولمبية الاتحادات بيصوتوا لللجنة الأولمبية النادي ما له اي تأثير باللجنة الأولمبية لمن قريب ولا من بعيد النادي بيصوت لاتحاد والاتحاد بعدين بيصوت لللجنة الأولمبية أنتوا كنت ضد توجه جهاد أنا باللجنة الأولمبية كنت ضد كنت مقتنع بسيج جالخ ببيير جالخ بعدك مقتنع بعد العم بصير بعدني مقتنع بعد العم بصير هاي بدأ تفكير القصة لأنه كل شي صار باللجنة الأولمبية ما نشغل متل ما لازم جوه ما عندك مشكلة تقول أنه أنا أعطيت ساقتي لحد ما كان مثل ما بدي ما عندك المشكلة لا مش أنه ما كان مثل ما بدي التعامل جوه أدى لهون أكيد الحق مش على ببيير جالخ ما عم بحط الحق عليه أبدا يمكن بعد الأشخاص اللي كانوا من فريقه ضروا باللجنة الأولمبية يمكن لها طموحات خاصة يمكن أن تفكروا أنه هن بيركبوا محلوا ما بعض صار إشياء أنا ما تبعتها أنا ما تبعتها عشانك ما فيني أعطي رأيي طيب اسمه واحد مين اللي مدرب يلي ما بيرجع على الشونفيل ولا ممكن يلي غلطت يلي بيّن أنه أنا مني خرج البسكتبول فوق ضوشقرة يعني أكيد طيب آخر سؤال السبب يلي بيخلي إبراهيم ناسا يترك البسكتبول بس موت لا الله يطول بعمرك عم سألني السبب الموت يعني باقي بالشونفيل أكيد وين بروح بدأت من لها الشونفيل توفيق يعني ما قلعتني السنة معقولي نفسه إن شاء الله سنت الجاي تكونوا حضرنا شيء مفاجأة جديدة لا لا أكيد أعمل لك ما بتعمل عالم جوز فارغ أنا عامل فريق يبسط جمهوري إن شاء الله أقدر أوصل بس مش أكتر إن شاء الله والأيام قدامنا يمكن منطلع مفاجأات الله كريم جمهور ناطر مفاجأاتك إن شاء الله معول عن مفاجأاتك إن شاء الله طيب لو أولي بتكون خلصة حلقتنا قبل ما أخلص في عندي هدية لأيلك من كافي ليوكس هيك بضلك تشرب أهوة ما كون فيها أناني ماي لا ما فيها ماي بس بك حطلوا المايت بسير إلى طعمة بسير إلى طعمة أكيد طعمتها طيبة لهم تخلص حلقتنا دعيب الأسبوع الجي ممثل كوميدي اشتقتولو إننا زمان ما شوفناه أكتر شي حبيتوه مع بيار شاماسيون هو الممثل أندري جادا ضارون موسيقى 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 اشتركوا في القناة